من جديد إذن إلى أبرز العنوين التي نبدأ بها جولتنا عبر الصحافة الوطنية في الشروق اليومي نطالح في صفحتها الأولى مجلس المحاسبة ينتقل تسير الحكومة لأموال الجزائريين يومية الحياة الجزائرية كتبت من جهتها أو عادت إلى تصريحات تعريبية لولد الخليفة الذي قال فيه مستوىك مستوى معلم ابتدائي ترى شوكات جديدة نلاحظها اليوم أخبار اليوم صحيفة أخبار اليوم كتبت أو عادت إلى ملف الحراغة في الجزائر وطيرة الحراغة ترتفع من جديد وصحيفة لنوفيل غيبيبليك اختارت في صفحتها الأولى عنوان برسبة لنهار اليوم إذا ممكن نشوفوا لنوفيل غيبيبليك هذا أو هذا بالنسبة لنوفيل غيبيبليك شكرا سيد علي إسماعيل شرقي لفورس أفريكان إبخات هذا بالنسبة للاجتماع لفريبول الذي شهدته الجزائر هذا الأسبوع لتفاصيل الآن نبدأ بالشروق اليوم التي عادت إلى الاجتماع الوزري المصغر الذي ترأسه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ليلة الاثنين إلى الثلاثاء والذي خصص لدراسة مشروع تعديل الدستور وعنونة اليومية الرسائل الظاهرة والمشفرة من اجتماع تعديل الدستور وأولى هذه الرسائل حسبها الشروق والتي يمكن وصفها بالمباشرة هو أن الرئيس أراد أن يبلغ الجزائريين رسالة مفادها أنه يحرص شخصيا على إنفاذ ما تبقى من مشاريعه الإصلاحية التي أطلقها قبل أزيد من أربع سنوات والمتمثلة في مراجعة الدستور ندوت مازافغان 2 للمعارضة لن تتم في ديسمبر وهذه الأسباب وهو ما كتبته يومية الحياة الجزائرية التي كتبت أحزاب المعارضة المنضوية تحت لواء تنسيقية الانتقال الديمقراطي أرجأت عقد مؤتمرها الذي كان مقررا نهاية الشهر الحالي إلى تاريخ غير محدد على أن تجتمع لتقرر التاريخ يوم السادس عشر من جنوبي القادم لانوفيل غيب بيليك عادت إلى تصريحات المفوض المكلف بالسلم والأمل للإتحاد الإفريقي إسماعيل الشرقي الذي أكد على ضرورة تحرك البلدان الإفريقية لمكافحة تطرف الشباب المجندين ضمن الجماعات الإرهابية وضف الدبلوماسي أن مكافحة الإرهاب على المستويين الأمني والعسكري لا تكفي ويجب أن تكون هناك مشاريع اقتصادية تبعث الأمل لدى الشباب المستهدفين من طرف الجماعات المتطرفة نبقى إذن مع الشباب ويومية أخبار اليوم التي كتبت أن وطيرة الحراجة في الأشهر الأخيرة ارتفعت خاصة بعد توقيف آلاف الجزائرين بأوروبا هذا تم إحباط أربع محاولات هجرة غير شرعية في سواحل مدينة عناب قبل ذهاب إلى الكاريكاتور أخبار اليوم نقلت أيضا في صفحاتها هذه الصورة عن القرش الذي وجد في ميناء القل في ولاية سكيكدا وطول سمك القرش هذا حوالي مترين ويزن حوالي مئتين وثمانين كيلوغرام الكاريكاتور الذي نقلنا من يومية الشروق اليومي وعمليات الترحيل التي تشهدها الجزائر العاصمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر